وعلى الميدان حرب تخوضها روسيا والغرب يواجه موسكو بلغة الاقتصاد والعقوبات هي أسابيع من الانقسامات انتهت بتوصل الاتحاد الأوروبي لصيغة توافق موحدة حول حزمة من العقوبات سادسة ستشمل حظرا جزئيا على النفط واستبعادا لأكبر بنك روسي من نظام السويفت الدولي بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي وتأتي حزمة العقوبات بعدما حالت المجر دون تحقيق الإجماعي لازم لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بتصميمها على مطالبها الوطنية بدور توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك حدوث تعديلات على وضع أسواق النفط خصوصا بعد حزمة العقوبات الأوروبية ضد بلاده نوفاك قال إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر المفروض على النفط الروسي لن يدخل حيز التنفيذ الآن مضيفا في الوقت نفسه أنه لا يستبعد وجود نقص في المنتجات البترولية في أسواق الاتحاد الأوروبي بسبب الحظر في الرابع من مايو الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي التواصل لقائمة عقوبات يجرى بحثها لفرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا تضمنت حظر واردات النفط الروسي وإدراج بنوك وشخصيات بالقائمة السوداء لكن التفاوض على هذه العقوبات تأوصل لطريق مسدود في الثامن عشر من مايو بعد أن قبل باعتراض من قبل المجر التي هددت باستخدام حق الفيتو اعتراضا منها على عدد من النقاط ورفضت التشاور على مستوى السفراء في الثلاثين من مايو خرجت تصريحات متضاربة خلال قمة الاتحاد الأوروبي إذ أعلن رئيس المجلس الأوروبي ثقته بشأن التوصل لاتفاق حول الحزمة السادسة فيما قالت أرسولا فوندرلين إن الاتفاق لا يزال بعيد المنال في الحد وثلاثين انتقد رئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي لعدم قدرته على التوصل لاتفاق حول الحزمة السادسة خاصة ما يتعلق بحضر النفط الروسي لكن اليوم انتهى بإعلان فوندرلين الاتفاق المبدئي حول الحضر النفطي وفي الأول من يونيو الجاري عرقلت المجر التوصل إلى اتفاق من جديد حول حزمة العقوبات بعدما كشفت مصادر ديبلوماسية عن مطالبة بوداباست برفع اسم بوتريار كروسي كيرال من قائمة المستهدفين بالعقوبات وفي ثاني من يونيو الجاري أعلنت تكاتل أخيراً التوصل لاتفاق النهائي بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا مستجيباً لضغط المجر حيث ألغى فرض عقوبات على رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذوكسية البتريار كيرال وفي سياق متصل أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على موسكو تستهدف أحد عشر شخصاً وخمس عشر مؤسسة روسية وعفق بيان الخزانة الأمريكية أدرجت واشنطن خمسة أشخاص من الأثرياء الروس بمن فيهم الناطقة باسم الخارجية ماريا زخروفا في قائمة العقوبات وطالت العقوبات أيضاً سبع سفن وثلاثة حاملات طائرات فضلاً عن يخوط لمقربين من الكريملين